بإذن الله تعالى بكرة جماهير الأهلي إن شاء الله تسعد بأبطال كرة اليد بكرة الساعة 7 مساء صلت الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر السابعة مساء الجمعة الأهلي والزمالك كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد شوفوا المؤهل لكأس العالم كرة اليد أصبحت بتحظى بشعبية كبيرة جدا من خلال نتائج فرقها المحلية في البطولات الأفريقية أهلي والزمالك ومن خلال منافسة المحتدمة والمحتدمة المحتدمة بين الفريقين يتبدل الفوز حتى لما فرقة بتحق الفوز على الفرقة التانية بيبقى فوز يعني بفارق بسيط الندية دايما موجودة في الفرقتين الفريق راجع من بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس فمحقق يعني سعادة طبعا لجماهير الأهلي عايز يحافظ على زي السعادة لكن في المقابل المنافس قوي جدا وعنيد جدا ولابت في الدرسة ما بيقولوا وكل اللي في دماغه دلوقتي يكسب بطل أفريقيا طيب احنا عايزين المباراة دي تطلع ازاي تطلع في أحسن شكل وروح رياضية العلاقة اللي بين اللعيبة لأنهم يعني لسه راجعين من دورة أولمبية اللعيبة دولين خصوصا علاقة مميزة ما بيحصلش مشاكل بين اللعيبة رغم أنها لعبة عنيفة ولكن المشاكل بتيجي من باقي العناصر عناصر اللعبة نتمنى اتحاد كرة اليد يوفق من خلال التحكيم في هذه المباراة أنه يحقق طقم تحكيم تونسي تونسي اهل اتحاد الأفريق اتحاد أفريقي يبقى الفريتين حيقباله بما تنتهي إلي الأمور لأن تاقم تونسي وتونس أيضا دولة يعني هي مع مصر بكل عناصرها بما فيها التحكيم يعني اه أنا شوفي أخي سوبر المحلي سوبر المحلي ناضح علي ايه فده ده الفريق هو رجب فده دي الأطاة من العودة العودة طبعا الفريق ينقص عنصر مهم جدا جدا في الخط الخلفي اللي هو الباكرايت محسر رمضان اه لكن أعتقد أن النادي الأهلي دعم بلعب كوبي كوبي اه ويقال أنه لعيب قوي وهو لازم يكون كده ما لدعمت نفسك به لي أنخي الهرنانديس ربنا سهل أنا معطاق ما أعرفش إزا مالك دعم نفسه ولا لا ودعم نفسه بمين آآ لأنه ممكن جدا تبصل لدعم نفسه بواحد من اللعيبة في منطقة مصر اللي برا آآ أو عجزة كده آآ أو شرخ آآ نتمنى المباراة دي تطلع بشكل يعني ممتع آآ تتحقق فيه العدالة والجدارة اتحاد الأفريقي المنظم للمباراة من خلال الاتحاد المصري كان كل نادي سجل 18 لعب للمباراة وقال أنه لن يسمح لأي نادي من الناديين إلا بوجود على الأقصى تقدير 40 فرد بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ده قربت تحدي إفريقيا بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ده الاجتماع الفني ده تقم الحكام ده تقم الحكام التونسي عندك اسمهم لو التقم الحكام التونسي هو قالم من بدري يعني الحياة يمكن كان الاتحاد الأفريقي شفاف شوية أنه من بدري خالص أعلن عن تقم التحكيم التونسي نتمنى إن شاء الله كل التوفيل لأبطال أفريقيا أبطال النادي الآلي لأنه الفائز بإذن الله تعالى بكاس السوبر غدا الجمعة هيشارك في كاس العالم للأندية اللي هتقام في السعودية فيه نقطة معنوية يجب عدم إغفالها ده اللعب الكوبي أنخ الهرناندز فريق ورد اليد لما رجع استقباله واحتفى به ويعني أعتقد حنا وكرمه والكابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة أنا أظن اللقطة دي لأنها انتهت بأن الكابتن محمود الخطيب بعد ما قاله سيقاتنا فيه كبيرة اللهم المهم اللي جاي في إشارة أن أقرب بطولة لنا بطولة السوبر الإفريقي لا طبعا أعتقد أن اللقطة دي برضو هتبقى رسخة تدي دفعة معنوية واللعب المصري المعنوات بتتمثله جزء كبير من من أداءه من من دوافعه فنتمنى بس اللعيبة تكون يعني مركزة في النقطة دي ترجمة نانسي قنقر